موسيقى السادسة مساء بتوقيت بغداد أهلا بكم مشاهديا كرام إلى نشرة أخبار العراق اليوم والبداية مع العنوين برزاني يؤكد اتفاقه مع عبد المهدي على حل أزمة المناطق المتنازع عليها وفق الدستور ويتحدث عن عودة داعش بكتافة إلى بعض المناطق معلمون ومدرسون يتظهرون في البصرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ومسؤولون ونواب المحافظة يلتقون برئيس الحكومة السفير الأمريكي في العراق داغليس ساليمان يشارك بافتتاح مشاريع مولتها بلاده ستسهل عودة أهالي بلدة بطنايا في البوصلة قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في مؤتمر صحفي الأربعاء إن تنظيم داعش عاد بكثافة لبعض المناطق وإن المعركة المقبلة معه ستكون أصعب لأننا لا نعرف بالضبط مواقعهم وفيما يخص جولته الأخيرة إلى بغداد قال برزاني إنه توصل خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى أن حل مشكلة المناطق خارج أقليم كردستان يجب أن يكون من خلال الدستور والمادة 140 ولفت زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن عبد المهدي ليس من الذين يريدون الأدى لشعب أقليم كردستان وقال إنه يفهم مشكلات كردستان معربا عن أمله بأن يتمكن الأقليم من التوصل معه إلى تفاهم جيد توصلنا إلى تفاهمات جيدة في العاصمة بغداد التي ذهبنا إليها لإثبات حسن نيتنا وجلسنا مع كافة الأطراف دون تمييز بينا لهم حسن نوايانا ولم تكن خطواتنا على حساب مبادئنا والتراتيجياتنا وأنا متفائل ولكن لا أعطي وعودا للشعب الكردي بأن كل المشاكل مع بغداد ستحل إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي يختلف عن رئيس الحكومة السابق وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا يعني نهاية كل شيء ويقيني أن عبد المهدي هو صديق للشعب الكردي وليس من الذين يريدون الأذى لشعب كردستان وقال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إن سبب تأخر تقديم السير الذاتية إلى البرلمان لاستكمال الكابينة الوزارية يعود إلى عدم استلام إجابات قانونية من هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة وأضاف عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الإسبوعي الذي عقده يوم أمس ثلاثاء إنه سيدقق بأوضاع الجميع ولن يستثني أحدا سواء كان مرشحا ضمن الكابينة الوزارية أو خارجها وذلك بالاعتماد على ما تقدمه المؤسسات الحكومية والجهات القانونية الرسمية أننا سندقق بأوضاع الجميع بدون استثناء لن نستثني أحد حتى من لم يذكر اسمه المشكلة المسألة هي ليس فقط الاعتماد على ما يرد في وسائل الإعلام ليست كلها دقيقة يجب الاعتماد على مؤسسات الدولة وما ترفعه مؤسسات الدولة من تسميات هذا فاسد هذا إرهابي هذا عليه مساءلة إلى آخره نحن نلجأ وأنا ذكرت قبل قليل أن سبب تأخير تقديم أسماء التشكيل اليوم لأنها تأخرت في المساءلة من جهة وفي النزاهة من جهة أخرى وردا على سؤال بشأن قرار فتح المنطقة الخضراء في العاصمة أكد عبد المهدي عدم وجود ضغوطة بهذا الشأن مشددا على حرص الحكومة على أمن جميع المؤسسات الحكومية والمقرات الرسمية وتابع رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تقوم بإجراءاتها لفتح المنطقة الخضراء وما أشيع أن الموعد هو يوم الأحد غير صحيح مطلقا ولم يصدر عن أي جهة رسمية في الحكومة نحن لم نقرر موعد لفتح المنطقة الخضراء بعض وسائط الإعلام أعلنت أن الأحد الماضي ستفتح المنطقة الخضراء هل صدر هذا مثلا تصريح من جهة مخولة من جهة مسؤولة من رئيس الوزراء من ناطق رسمي باسم رئيس الوزراء لم يصدر مثل هذا التصريح وكالات قالت هذا الكلام ونعم بالتأكيد كان هناك رتفعل معين من البعض من بعض البعثات أن هذا أمر يفاجئنا إلى آخره لكن نحن لم نخضع للضغط ولن نخضع للضغط ولن نضحي بمصالح البعثات بالعكس نحن حريصون على مصالح البعثات جميعا ومصالح المؤسسات العراقية مرر مجلس النواب مشروع قانون يطلب من الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على التنظيمات الإرهابية والبلدان التي تهدد أمن العراق واستقراره وعلى رأسها إيران وحسب نص المشروع فعل الرئيس الأمريكي تحديد الأفراد والمجموعات في العراق التي يجب إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية وفرض عقوبات عليها وتقديم تقرير الكونغرس يفصل فيه هذه المجموعات كما يفرض المشروع على الخارجية الأمريكية إن شاء لائحة تتضمن التنظيمات المسلحة التي تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني ردود فعل عراقية مشاهدين كرام في هذا التقرير مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب الأمريكي الثلاثة والمتضمن عقوبات ستشمل فصائل عراقية مسلحة في الحشد الشعبي مدعومة من إيران كان مثار جدل واسع بين مختلف الأوساط العراقية فالبعض اعتبره محاولة من واشنطن للحد من تمدد النفوذ الإيراني في العراق عبر تقويض أدواته المتمثلة بهذه الفصائل التي تنام وجودها في المشهد السياسي ما ينظر باستنساخ تجربة الحرس الثوري والباسيج الإيرانيين في العراق حسب قولهم هناك مخاوف لدى الإدارة الأمريكية حقيقية أن تكون هناك زيادة للتمدد الإيراني بعد خاصة أصبحت هذه الجهات المسلحة لديها تنثير في البرلمان العراقي ازدادت أعدادها ولديها تأثير حتى في عملية التشريع أيضا هناك مخاوف لدى الولايات المتحدة أن نجاح تجربة الباسيج والحرس الثوري في إيران وما يشكله اليوم من دولة عميقة حقيقية حامية لكيان الدولة في إيران بل أنها تؤثر على كثير من مصادر التشريعات والقرارات داخل إيران أن تعود هذه التجربة لكي تشأ في الإيران مشروع القانون الأمريكي الجديد وبحسب مراقبين سيضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في موقف محرج خصوصا وأن قانون الحجد الشعبي يصنف هذه الفصائل كمؤسسة أمنية يقودها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة سيكون سيد عادل عبد المهدي لرئاس الحكومة الحالية في موقف محرج أمام دعم المفتوح لقيادة الحجد الشعبي ولكن هناك إشارة واضحة من مشرعي الولايات المتحدة الأمريكية بأن ستكون صلاحيات مفتوحة أمام السيدة ترامب لعملية اختيار الأشخاص والمؤسسات والفصائل التي يمكن أن تدرج تحت قائمة العقوبات ونوع العقوبة وفي الوقت الذي أعلن المشمولون بالقانون رفضهم له كما هو متوقع فأن نوابا سنة عن محافظة الموصل يرون أن موضوع إيقاف تمدد النفوذ الإيراني في العراق يجب أن يحل داخليا وتحديدا من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يحظى بقبول من الجهات السياسية الممثلة لفصائل مهمة في الحجد الشعبي حتى الجهات السياسية التي يعتقد أن تابع الإيران هي من أيدت السيد عادل عبد المهدي وهي من طلعت ببيانات بأن يكون السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء وندعمه بل بعضها قالت هو يختار من يختار من الوزراء فأعتقد أن السيد عادل عبد المهدي لديه بحبوحة من الارتياح بهذا الاتجاه لأن هذه القيادات الموجودة في البلد قد أيدت السيد عادل عبد المهدي بالتالي يقدر أن يعبر هذه المشاكل فيما يرى آخرون أن مشروع القانون الأمريكي يأتي ضمن حزمة العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران لوقف نفوذها وتمددها في المنطقة عموما والعراق خصوصا ويبقى الأمر مرهونا بحسب آخرين بمستوى وحجم التنسيق المشترك بين بغداد وواشنطن في تنفيذ مشروع القانون الأمريكي محمود فواذ الحرة بغداد ولمناقشة مشاهدين كرام هذه الملفات ينضم إلينا مباشرة بغداد المحلل السياسي السيد ماهر عبد جودة سيد جودة مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم وبداية هنا هل العلاقة الجيدة بين رئيس الوزراء عبد المهدي وسيد مسعود برزاني ستكون السبب هنا في حلحلة الأزمة بين الإقليم وبغداد كل التحايا لك سيد ولي جمهور قناة الحرة بالتأكيد العلاقات التاريخية والعميقة جدا ما بين السيد عادل عبد المهدي وسيد مسعود البرزاني لم تنقطع ووجود سيد برزاني في الأيام الماضية ما هو إلا تكريم لسيد عادل عبد المهدي وهو حصل التأييد المطلق وأعتقد حلحلة المشاكل لا نريدها على حساب القضية العراقية بالمجمل نريدها وفق الدستور والقانون ووفق الاستحقاق يعني ما أسسه السيد حيدر العبادي من موازنة ومن علاقات ضمن الأطر الدولة وإدارة الدولة هذا ما نطلبه أعتقد اليوم ما صرح به السيد مسعود البرزاني هو كان واضحا جدا أنه علاقته بالرجل طيبة وقال أنه لا يضر أهننا وإخواننا الكرد في شمال العراق أقول نعم كلنا لا نريد ضرر لأنهم مشركاء الوطن وشركاء في مقاومة الطاغية ولهم موجود وحضور ولا نريد ست أن ندلل بصراحة أقولها وبينهلالين ندلل أربيل على حساب البصرة لكن هنا طبع العام سيد جودة أن السيد بارزاني متفائل هنا بشكل عام مما يجري حتى أنه صرح أنهم يعلقون الآمال على التوصل مع عبد المهدي إلى تفاهم جيد هذا التفاهم الجيد هل يعني أن الأقليم هنا سيشهد تحقيقا لمادة 140 وموات خلافية أخرى؟ بصراحة وفق الأمور الدستورية المادة 140 ماتت ما ممكن نحييها مرة أخرى الفترة الزمنية انتهت وكان لها محصورة وقت زمني وتنتهي ولكن ربما ما حصل عليه الأقليم خلال الفترة التي مضت من موازنة 17% وإعطاء البيش مرق مليار دولار كانت تقريبا بضغط من السيد عادل عبد المهدي واحد من الأطراف الذي تعامل بأريحية وبتنازلات كثيرة جدا مع الأخوة في الأقليم أعتقد هذه المرحلة ما عاد تتحمل أن تكون تنازلات ومجاملات سياسية على حساب المصلحة العراقية بالكل وبالمجمل طيب دعني أنتقل هنا إلى محور هنا مجلس النواب الأمريكي قدم قانونا هنا أو مشروع قانون يطلب من الإدارة الأمريكية فرض عقوبات هنا على التنظيمات الإرهابية والبلدان التي تهدد أمن العراق واستقراره كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع مشاريع قوانين كهذه برأيك يا سيد أكيد كلمة قضية المجامع الإرهابية هذا الشيء لربما يضع فيها تحفظ فرق ما بين فصائل تقاتل وما بين الإرهاب والكونجرس الأمريكي البرلمان وضع كثيرا من الفصائل العراقية تحت طائلة القانون ووضعت بعض الأسماء تحت هذا المسمى والخزانة الأمريكية نعم هناك نوعين من الحشد حتى ممكن نوضح هذه المسألة هناك حشد تابع إلى المرجعية اللي يسمى العتبة العلوية أو الحسينية وهناك حشد تابع إلى سيد مقتدى يسمى السراية وهذه ليس هناك مشكلة في هذا العنوان في هذا الحشد أما الفصائل هي أصلا كانت موجودة قبل فتوة الجهاد الكفائي وكانت آنذاك لربما الخلاف العسكري على الساحة العراقية بين الإدارة الأمريكية وما بين الفصائل اليوم الفصائل اندمجت ضمن إطار محاربة داعش وضمن الحشد لكن بقت الفصائل خارج نطاق كل هذه العملية ولها تأثير ودخلت بالعملية السياسية ولديها كتلة كبيرة ولربما دخلت حتى في الحكومة وفي تشكيل الحكومة من مواقع تنفيذية الفصائل لها تأثير على الساحة العراقية ولها وجود ويرى كثيرا بصراحة أن وجودها ضمن سلاح شرعي كلنا ندعو جميعا إلى الحوار كلنا ندعو إلى احتواء هذه المسائل لربما العقوبات على الجارة إيران قد يشمل هذه الفصائل الموجودة وتدخل ضمن الفلك الإيراني كنت معنا مباشرة من بغداد المحلل السياسي السيد مهر عبد جودة شكرا جزيلا لحظرتك شاهدنا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم شكرا لبقائكم معنا مشاهدين الكرام في البصرة تظاهر عدد من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع سلطات البصرة المحلية وقطعوا الطريق للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم بعدما أمضوا خمس سنوات في الخدمة ملوحين بالإدراب عن العمل تتصاعد حدة المظاهرات في البصرة هنا التي تعيش تململا شعبيا لعدم حل مشاكلها حكوميا نعم نعم للتثبيت فالعشرات من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع سلطات البصرة المحلية تظاهروا وقطعوا الطريق للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم بعدما أمضوا خمس سنوات في الخدمة ملوحين بالإدراب عن العمل الآن نحن سلمين وغدا سنتظاهر ونحتصم وبعدها إن شاء الله نضرب عن الدوام زيان أنا أمرأة وبركبة الثلاث أطفال بيش عايشهم ما يردون عيشي وتستند هذه الأصوات التي هتف ضد مجلس المحافظة والأحزاب السياسية هنا إلى ما تعده قرائن لديها لاستحواذ تلك الجهات على وظائف قطاع التربية وعددها يزيد على ألفي وظيفة بهدف تقاسمها فيما بينها واستبعاد مستحقيها بضمنهم من عملوا بشكل تطوعي ودون مقابل مادي على أمل التعيين في هذا الوقت لا تلقى بأي دولة من الدول العالم أنه خريج يقدم خدمة مجانية إنسانية للتلاميذ يخدم سنتين وثلاث سنوات وأكثر بدون أجر هذه الدرجات باعوها ووزعوها بياناتهم الأحزاب خذتها بعد ما كوا مجال بها أنها قبل لا توصل الدرجات هم ما سووا خطط بياناتهم وتحت وطأة ضغط المظاهرات أعلنت لجنة التربية والتعليم في الحكومة هنا عن تضامنها مع أصحاب العقود وقالت إن لهم الأولوية بالتوظيف لكنها وضعت ضوابط واستثناءات لأجل تنظيم آلية التعيين كالجنة التربية واقعا أنه نحن مع العقود لأنه أصل القرار أنه أن يتعينون العقود حتى نخلص من مسألة العقود وراتبهم اللي ما يحصلوها إلا بأشهر عديدة فقط اللي ما راح نشمل بالعقود اللي هم مخرجين مو تربية أصلا مو تربوي يعني إذا واحد ما تخرج عداد صناعة أو تجارة أو معهد فني ويربو عدد المعلمين والمدرسين العقود حوالي 2400 واستنجدت بهم الحكومة قبل سنوات لحل مشكلة نقص الكوادر التدريسية في بعض المناطق المواقف الباهتة لا تأتي بالحقوق هكذا يعتقد من خرجوا للتظاهر اليوم للمطالبة باستحقاقات الوظائف وتكشف حركة الاحتجاجات المتوالية هنا عن تراكم الأزمات في ظلي قياب الحلول لها سعد قصي الحرة مدينة البصرة وينضم إلينا مباشرة من البصرة نائب نقيب معلمي البصرة السيد مرتضى البطات سيد البطات مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم وبداية هنا هل لك أن تضعنا في صورة أهم المشاكل التي يعاني منها المعلم مقطع التعليم في البصرة حياكم الله أهلا وسهلا أهلا بحضرتك نعم حياكم الله أهلا وسهلا في منبر قناة الحرة عراق تفضل نعم هل سمعت السؤالي سيد البطات؟ نعم في البداية نعم تفضل ما هي أهم المشاكل التي يعاني منها المعلمو البصرة وواقع التعليم شكل عام نعم قامت نقابة المعلمين العراقيين هذا اليوم هي الممثل الشرعي والرسمي والوحيد والمحامي والمدافع عن كافة الكوادر التربوية في العراق كافة وفي محافظة البصرة بالأخص نقابة المعلمين أخذت على عاتقة دائما الدفاع عن حقوق المعلمين وهؤلاء الشريحة المهمة شريحة المعلمين والمدرسين العقود والتي ما يقارب عددهم 1575 معلم ومدرس بعقد قدموا خدمة إنسانية وخدمة وطنية لمحافظتهم العزيزة محافظة البصرة لمدة أكثر من خمس سنوات بدون في مبالغ ليست مبالغ مززية لخدمتهم مبالغ بعقد وهذا لا يساوي خدمتهم وتعبهم ومسياتهم التربوية في مدارس المحافظة الذين سدوا في أمس الحاجة لمدارسهم سدوا شواغر مهمة وأساسية في مدارس محافظة البصرة طيلة هذه الفترة هذا عن إجازاتهم ما هي مشاكلهم بالضبط تفضل مشاكلهم إنهم يدعون هذه الشريحة المهمة يدعون وعبر قناتكم نرجو إرسال هذا الصوت المدوي صوتهم المدوي الذي خرج هذا اليوم تعبيرا عن رفضهم لما سمعوه من عدم استجابة مجلس المحافظة والحكومة المحلية لشمولهم بضوابط بالتعينات والدرجات الوظيفية التي خصتها رئاسة الوزراء لمحافظة البصرة والتربية بالأخص وهي عددها ألفين وأربعين درجة وهؤلاء عددهم ألف وخمسمائة وسبعين فمن الحق عليهم وأنصافهم يجب علينا أن نطالب ونحن كنقابة المعلمين باعتبارنا الممثل الشرعي والرسمي والمحامي والمدافع عن حقوق المعلمين وهؤلاء الشريعة هم الذين قدموا خدمة إنسانية في هذه الفترة فعلينا الحكومة أن تجازيهم وتكافيهم بتعيينهم واستثنائهم من كافة ضوابط وتعليمات التعيين هذه المطالبة هنا بتثبيت العقود على الملاك الدائم هذه من وعدكم بها منذ البداية؟ نعم نعم هذه المطالبة بتثبيت العقود طالبنا ونطالب نعم طالبنا وأخير قبل أشهر أقر مجلس النواب العراقي بجلسته في إقرار الموازنة العامة وشملهم في الفقرة 49 من قانون الموازنة بشمولهم بالتعيين وتثبيتهم وتحويل عقودهم من المحافظة البصرة إلى المديرية العامة للتربية وخول السيد محافظة البصرة مجلس النواب العراقي خول محافظة البصرة بصلاحية تحويلهم من ملاك المحافظة إلى ملاك المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ولهم الحق بذلك والآن يجد الدرجات الوظيفية واليوم كان اجتماع بعد المظاهرات كان اجتماع في ديوان المديرية مع السيد المدير العام نطالب بتعينهم ومن خلال منبركم الحر نطالب مجلس الوزراء والحكومة العراقية بضرورة أحقاق الحق وإرجاع حقوق المعلمين والمدرسين والكوادر التربوية التي سلبت منذ أعوام وهي الترفيعات والعلاوات المعلم والمدرس يقضي خدمة في دوائر الدولة وفي مدارس الدولة ولا يجد بأن خدمتهم مكافئة ومجزية وكل المعلمين ومدرسين لهم حقوق مادية وخدمتهم مراحل مطالبتكم هذه ستصل إلى الحكومة ولكن هنا سيد البطاط كل هذا كيف سيؤثر هنا وهو الآن سمعنا في نعم كل هذا كيف سيؤثر برأيك على الواقع الدراسي في المحافظة كل هذا الإرباك الحاصل كل هذه التظاهرات كيف يؤثر على الواقع الدراسي هؤلاء نعم طبعا هؤلاء الزملاء العزاء سوف يصعدون مواقفهم ونقابة المعلمين هي محاملهم وسلندلهم ونقوم كذلك بتظاهرات معهم وهؤلاء شريحة مهمة ويقومون بدور مهم في مدارس المحافظة وفي المسيرة التربوية وليس من أنصاف تركهم وتعين غيرهم فهؤلاء إذا لم يعينوا سوف يضطرون لإضراب عام أو للتجون إلى غير اتجاهات غير صحيحة ولا يعني والعراق يمر في مرحلة استثنائية أشكر حضرتك الشكر الجزيل من سيد الرئيس وزراء وهو الآن وهو الآن في محافظة البصرة أن ينصفهم ويستثنيهم من كل ضوابط التعين أشكر حضرتك جزيل الشكر من البصرة نائب نقيم معلمي البصرة السيد مرتضى البطاط شكرا جزيلا لك وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي إلى الأنبار اليوم من أجل متابعة التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة وتحديدا المناطق الحدودية مع سوريا التي شهدت هجمات نفذها مسلح تنظيم داعش الغانمي أكد أن القوات العراقية قادرة على تأمين الحدود عبر نشر وحدات دفاعية وحجد القوات في تلك المناطق لمنع أي محاولات لاختراق الحدود العراقية متابعة ميدانية متواصلة من قبل القيادات العسكرية تشهدها الأنبار بعد التطورات الأخيرة التي تهضى بها المناطق السورية القريبة من المحافظة وسيطرة تنظيم داعش عليها رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي الذي زار محافظة الأنبار والتقى بحكومتها المحلية مؤكدا تأمين الحدود العراقية عبر نشر قوات دفاعية وإدامة حجد القوات في تلك المناطق مؤكدا جاهزية القوات لمنع أي هجمات أو تدفق للجماعات المسلحة ناقشنا الوضع الأمني وكان الوضع الأمني جيد جدا بالمحافظة التعامل القيادات الأمنية مع الحكومة المحلية جيد جدا التعامل وثيق جدا إن شاء الله نطمح تدارسنا بعض المقترحات ما يخص الجانب الأمني وتخفيف وطأة ومعاناة المواطنين بخصوص التأخير بالسيطرات خصوصا الأرتالة التجارية وأكد الغانمي على أهمية تأمين الطرق البرية الرابطة مع المنافذ الحدودية لما لها من أهمية اقتصادية وأضاف الغانمي مجددا ضرورة إنهاء تأخر مركبات نقل البضائع في السيطرات الرئيسة التي باتت تشكل مدعاة للإبتزاز والفساد المالي زيارة المفاصل التي تم طرحها من قبل السيد المحافظ واتخاذ الإجراء اللازم بصدتها خصوصا أنه الآن الشريان الاقتصادي الوحيد للعراق الذي يعتبر منفذ بري سالك هو الحدود العراقية الأردنية التي بدأت نقطة في ثمارها سوية فيما عقد مجلس المحافظة جلسته الأسبوعية بحث فيها مختلف الملفات منها الأمنية مشددا على ضرورة تعاون القوات الأمنية مع قوات التحالف المتواجدة في المحافظة ومطالبتها بتقديم الدعم للقطاعات الأمنية المتواجدة غربي الأنبار تم التطرق على كيفية التعاون المطلق مع ما بين التحالف الدولي وقواتنا الأمنية في محافظة الأنبار وأيضا تم ربما مناقشة هذا الموضوع عن كثب وباعتقالي خلال استضافة القادة الأمنيين سيتم مناقشة هذا الموضوع بكل تفصيلاته وسيكون لنا لقاء أيضا مع التحالف الدولي لتعزيز دعم القوات الأمنية في المناطق الغربية تم توجيه الفوج التكتيكي إلى قضاء الرطمة أيضا لأجل السيطرة على الوضع الأمني في قضاء الرطمة الحمد لله المتابعة من قبل سيد محمد الأنبار من مجلس محمد الأنبار مع القيادات الأمنية للوضع الأمني ونطمئن أهلنا في محمد الأنبار بأن الحدود آمنة إن شاء الله لوجود قواتنا الأمنية على سور الوطن خصوصا من جهة سوريا حتى لا يحدث هناك أي خرق من مدينة الرمادي عمر العبيدي الحرة ونضم إلينا مباشرة من بغداد المحلل الأمني والسياسي السيد زياد العرار سيد العرار مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم عفوا كيف هو الوضع الأمني في الأنبار بشكل عام الآن هناك خشية من أن داعش يلملم من أفراده وقواته ويتركز في هذه المناطق مساء الخير لك والمشاهدين الكرام الوضع الأمني بشكل عام في الأنبار يتميز بالحيطة والحذر والقوات الأمنية والقيادة العمليات المشتركة ومنذ شهرين تحديدا كثفت من عملياتها وكثفت من زياراتها التحالف الدولي كثف من تواجده قبل شهر من الآن كانت هناك دوريات مشتركة للقوات التحالف الدولي القوات الأمريكية وأحد الفرق العسكرية القوات العراقية على الطريق الشريط الحدودي بين الأنبار والسوريا بالتالي الوضع بشكل عام تحت السيطرة العسكرية الكاملة لكن هناك عمليات أعتذر عن مقاطعتك هنا هنا السيد مسعود بارزاني حذر هنا من عودة تنظيم داعش وبكثافة إلى هذه المناطق حتى إنه قال إن المعركة المقبلة معه ستكون أصعب لأننا لا نعرف بالضبط مواقعهم ألا توجد هنا أجهزة سيد العرار أو طائرات مسيرة هنا ممكن أن تكشف لنا عن مواقع داعش وأين هم مختبئون لا نحتاج إلى الأجهزة في أن نعرف أين هم وإنما نحتاج إلى الأجهزة والطائرات المسيرة لتعقبهم وضربهم أثناء تحركهم هم موجودون في الكهوف في الجبال في المناطق الصحراوية فجر اليوم انطلقت عملية أمنية باتجاه الرزازة باتجاه صحراء كربلاء الأنبار لتعقب عناصر داعش هذه العمليات مستمرة بصفحة أولى وثانية وثالثة ولكن التركيز بدأ على الأنبار منذ شهرين والتركيز بدأ على الأنبار بشكل أكثر منذ أسبوع في هذا الأسبوع شهدت محافظة الأنبار زيارة للفريق العثمان الغانمي رئيس اركان الجيش هي الزيارة الثانية الأولى كانت على الحدود والزيارة الأخيرة اليوم كانت إلى القيادة العمليات في الجزيرة والبادية ومن ثم عمليات الأنبار ومن ثم اللقاء بالمسؤولين دعيني أقول لك بصراحة هذه أهم زيارة ميدانية أمنية للأنبار ما بعد التحرير كل الزيارات السابقة كانت زيارات استطلاعية تقييم وضع أمني فيها جنب عسكرية بحتة أما هذه الزيارة ففيها جنب عسكرية تامة وفيها جنب سياسية اقتصادية أخرى لأن العراق يعتزم أن يؤمن الطريق البري مع الأردن الطريق الدولي والأردن تدفع بشكل كبير للبدء بهذا العمل وذلك لأن المنفذ المقبل الوحيد الذي سيعتمد عليه العراق في المرحلة المقبلة هو هذا الطريق بعد أن يتم أو بعد أن تفرض العقوبات بشكل كامل على إيران لذلك العراق يقوم الآن وبالتعاون مع التحالف الدولي ويريد أن يؤمن أن الأنبار بإدارتها وحكومتها المحلية مستعدة بشكل كامل للتعاون مع القوات الأمنية وهذا ما تحدث عنه قراءتك هنا أي أنه أكد نعم قراءتك هنا لكفاءة وعديد القوات الأمنية على الحدود العراقية السورية كيف تجدوها؟ الروح المعنوية للمقاتلين عالية جدا ما يمتلكون من معدات جيدة ولكنها ليست كافية العراق بحاجة إلى غطاء جوي وبحاجة إلى إدخال المعدات الجديدة في المراقبة طائرات المسيرة طائرات الاستطلاع بدون طيار سلاح الجو يكون له عمليات تنسيق عالي نحتاج إلى أن يكون لدينا تنسيق عالي وأن يستفاد العراق من الاتفاقية مع واشنطن وأن يستفاد العراق مع اتفاقيته من التحالف الدولي وأن يستفاد العراق من الزيارات الأخيرة التي أجراها الرئيس وأجراها المسؤولين العراقيين مع دول الجوار المملكة العربية السعودية الأردن الكويت وبالتالي العراق مطلوب منه أن يقول ماذا يريد بشكل صريح وواضح حتى لا يقع في التهديد الذي تحدث عنه السيد البرزاني نعم هناك خلايا نائمة وكثيرة لداعش داخل وخارج الأنبار وداخل وخارج صلاح الدين وفي المناطق الشمالية هذا مؤكد أما الجزء الأكبر فهو في الأراضي السورية وفي بعض المناطق في الأراضي السورية اليوم عمليات جزيرة والبادية استطاعت أن تأهل جسر عفوا وأعتذر منك انتهى الوقت كنت معنا مباشرة من بغداد المحلل الأبني السيد زياد العرار شكرا جزيلا لك وهذا فاصل المشاهدين الكرام ونعود إليكم نبدأ أخبارنا العالمية من الولايات المتحدة حيث يتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم أو غدا على مشروع قانون ينهي الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن ما يتطلب من الإدارة الأمريكية سحب أي قوات أمريكية موجودة في اليمن أو مشاركة في أي أنشطة متعلقة بهذا البلد في سياق متصل يطلع اليوم وزراء الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو وجيمس ماتس المجلس على أحدث التطورات المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقتي جاء ذلك على لسان السيناتور جون كارنين ثاني أكبر الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ وفي سياق متصل دعت الولايات المتحدة إلى تأجيل مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أو إلى ديسمبر وكانت بريطانيا قد قدمت الأسبوع الماضي نص مشروع القرار هذا في الوقت الذي كثفت الأمم المتحدة جهودها لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أربع سنوات وقالت البعثة الأمريكية إن من المهم انتظار نتائج المحادثات الوشيكة في ستوك هولم التي ستكون نقطة عطاف مهمة في العملية السياسية حسب وكالة الصحافة الفرنسية انطلقت اليوم أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماعات استانة حول الأزمة السورية حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية وقال رئيس دائرة آسيا في الخارجية الكازاخية حيدر توماتوف إن جميع المشاركين في الاجتماع الدولي الحادي عشر حول سوريا وصلوا إلى استانة بمن فيهم وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران ووفد المعارضة السورية المسلحة بقيادة أحمد طعمة ويترأس وفد الأمم المتحدة المبعوثة الدولي ستيفان ديمستورا دعا محققون دوليون السلطات السورية إلى توفير المعلومات حول المعتقلين إلى دويهم في حال توفو قيد الاعتقال تسليم جثثهم وقالت اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم حرب في سوريا في تقرير سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي قريبا إنه لا يمكن تحقيق تقدم نحو سلام دائم ينهي سنوات الحرب الثمانية من دون توفير عدالة لأسر الضحايا وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية كشفت هذا العام عن إسماء عشرات الآلاف من المعتقلين قالت إنهم توفوا في سجونها ما بين عامي 2011 و2014 دعية إلى تسليم أسرهم سجلاتهم الطبية وجثثهم نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن موسكو ستنشر أنظمة صواريخ أرض جو جديدة من طراز أس أربعمائة في شبه جزيرة القرم قريبا تأتي هذه الأنباء في عقاب إعلان أوكرانيا فرض الأحكام العرفية في أجزاء من البلاد لمدة ثلاثين يوما بعد أن احتجزت موسكو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية يوم الأحد قبال تساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها في واشنطن عاد الكونغرس لعقد اجتماعاته مرة أخرى بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي وإجازة عيد الشكر وسيناقش الأعضاء مجموعة من الملفات الداخلية والخارجية حتى تولي الكونغرس بتشكيلاته جديدة مهامه مع أوائل العام القادم عادت جلسات الاستماع والمؤتمرات الصحفية والدردشة مع الصحفيين في أرويقة الكونغرس بعد انقضاء عطلة عيد الشكر الأمريكي فبجعبة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب حزمة من الملفات التي سيحاولون التتروق إليها لكنهم سيصطدمون بحائط البطة العرجاء ما معنى هذا المصطلح؟ البطة العرجاء هي الفترة التي تقع بين الانتخابات النصفية وآخر العام حيث يعود المشارعون حتى المتقاعدون أو الخاسرون منهم إلى الكونغرس لممارسة أعمالهم في فترة تصريف أعمال قبل استلام الكونغرس الجديد بتشكيلته التي قررها الناخبون في الانتخابات النصفية مطلع العام المقبل توصيف البطة العرجاء يعود للقرن الثامن عشر وكان يتم إطلاق هذا الاسم على المحاسب الذي لا يسدد ديونه ما تعنيه فعلا هي البطة التي لا يمكنها اللحاق بسربها في نظامنا البرلماني هذا ينطبق على الفترة بعد انتخابات نوفمبر كل عامين والتي يحضر فيها أعضاء الكونغرس الذين لن يعودوا العام المقبل وعلى الرغم للتحديات التي تمثلها فترة تصريف الأعمال هذه إلا أن هناك عددا من الملفات التي تحتاج لتصرف الكونغرس أبرزها ملف تمويل الحكومة الفيدرالية التي ينتهي تمويلها السنوي في السابع من ديسمبر وملف تمويل الحائط مع المكسيك والتطرق إلى موضوع قافلة المهاجرين غير الشرعيين تركيز الكونغرس في فترة البطة العرجاء سيكون على تمرير تمويل الحائط مع المكسيك لأن ترامب مصر على ذلك هذه فرصته الأخيرة مع مجلس النواب بأغلبية جمهورية وهو لديه شهر واحد قبل استلام الديمقراطيين للأغلبية في الكونغرس الجديد وفي ملف السياسة الخارجية سيحظى ملف السعودية ومقتل خاشقجي باهتمام المشرعين من الحزبين حيث سيستمع أعضاء مجلس الشيوخ إلى كل من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس ووزير الخارجية مايك بومبايو الذين سيقدمان تفسيرات لإدارة الأمريكية حيال هذا الملف وذلك مع وجود غضب متزايد داخل أروقة الكونغرس لدعم الرئيس الأمريكي لولي العهد السعودي مما لا شك فيه أن ملف خاشقجي والسعودية سيشكل ملف المواجهة الأكبر بين البيت الأبيض والكونغرس هذا ويتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة على مشروع قانون يسحب الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن رانا أبتر الحرة الكونغرس ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الممولة من الحكومة الأمريكية بإنشاء عدد من المشاريع التعليمية والصحية والخدمية إضافة إلى الاقتصادية في بلدة بطنايا شمالي الموصلة السفير الأمريكي في العراق داغلس ساليمن زار البلدة اليوم للمشاركة بافتتاح المشاريع التي ستسهل عودة الأهالي إلى منازلهم سنعرض عليكم هذا التقريم شاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير جاديا كرام هذه عودة إلى تقرير زيارة السفير الأمريكي لبلدة بطنايا ضمن مشاريع الولايات المتحدة الأمريكية لعادة الاستقرار لمناطق الأقليات في سهل نينو افتتح السفير الأمريكي داغلس سليمان والقنصر العام ستيفن فيغان في بلدة بطنايا المسيحية شمال الموصلة عادة من المشاريع التعليمية والصحية والخدمية إضافة إلى الاقتصادية الممولة من الحكومة الأمريكية لمساعدة الأهالي للعودة إليها هدفي منذ سنتين مساعدة أهالي بطنايا وبقية الأقليات التي تضررت من داعش في سهل نينو عبر خطوات تأهيل المؤسسات الأساسية التي تعيد الحياة هنا إلى طبيعتها وإلى ما كانت عليه سليمان أجرى جولة تفاقودية في البلدة للإطلاع عن قرب على حجم الدمار الذي سببه داعش مؤكداً للأهالي التزام بلاده بدعم الأقليات العرقية والدينية في نينوى وإيصال مشاكلهم إلى الحكومتين المركزية والأقليم لحلها نحن لدينا تواصل مستمر مع بغداد والأقليم أيضاً لمساعدة النازحين في عودتهم إلى مناطقهم حتى يعيشوا بسلام رجال الدين المسيحيين وقائم مقامة الكيف وصفوا الزيارة الرسمية هذه بالمهمة كونها تساهم في الحفاظ على هوية وخصوصية مناطق الأقليات وتساعدهم في الاستقرار هي قضية الحفاظ على المكون التاريخي في هذه المناطق وعلى خصوصية المنطقة وأيضاً على هويتها نتأمل المزيد من الدعم واستمرار في الدعم لحل المشاكل السياسية أولاً في هذه المناطق الأهالي وخلال لقائهم الوفد الأمريكي حملوه مطالبهم والتي تلخصت بالاهتمام بملف الأعمار وإزالة المخلفات الحربية التي تعيق عودتهم الريد نسوي بيوتنا ونرجع أغرابنا وهي كل عباد بها كل مدمر وتتمخذ المرحلة الراهنة بإعادة البنى التحطية وفتح المحل التجارية عن طريق تشغيل الأيد العاملة وتقديم المنح لهم لتمكينهم اقتصادياً من أجل إعادة تأهيل 400 منزل في البلد زيارة السفير الأمريكي في العراق إلى قرية باطنايا جاءت لتفعيل عوامل الاستقرار بافتتاح عدد من المشاريع الأساسية التي تساعدهم في العودة إليها بعد هجرتهم منها من داخل كريسة مارق رياقوس وسط قرية باطنايا هيتم أحمد الحرة وجه البنك المركزي الأربعاء المصارف وشركات الصرافة العراقية بعدم بيع الدولار للراغبين بزيارة إيران ودع البنك المركزي العراقي المصارف المحلية ومحلات الصيرفة إلى أخذ ذلك بنظر الاعتبار لا سيما بالنسبة للمسافرين إلى إيران والاستعادة عن الدولار بعملة أخرى قالت وزارة الكهرباء في بيان لها أن أنابيب الغاز المصدر إلى العراق من إيران تأثرت بالززال الأخير الذي ضرب المنطقة بما أدى إلى فقدان منظومة الكهرباء الوطنية طاقة قدرها 2500 ميجا واط وأشار البيان إلى توقف محطات المنصورية الغازية والصدر الغازية وبسماية الاستثمارية ما نجم عنه زيادة ساعات القطع المبرمج في محافظات بغداد وديالا وكاركوك والفرات الأوسط وأضاف البيان أن الوزارة تنسق حاليا مع وزارة النفط الاتحادية لتعويض المحطات الكهربائية وتجهيزها بالوقود البديل لتشغيلها من جديد بعد توقف انبوب الغاز الإيراني وزارة الكهرباء أوضحت أن الجانب الإيراني يعمل على إعادة ضخ الغاز خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنجاز أعمال الصيانة لأنابيب الغاز داخل أراضيه قال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد خلال ورشة عقدتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإمائي للأمم المتحدة بشأن العمل أن استراتيجية التخفيف من الفقر ستكون من ضمن الأهتاف الأساسية في أجندة التنمية المستدامة للفترة ما بين 2020 إلى 2030 من جانبها قالت مديرة مشروع دعم الحكومة العراقية في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة في البرنامج الإمائي للأمم المتحدة سندس عباس إن الفكرة الأساسية من هذه الورشة تتمثل في كيفية انضاج الرؤية والاستفادة منها في العمل على أجندة التنمية المستدامة لعشرة أعوام خلفت السيول والأمطار أضراراً كبيرة في قرى هورج الصان بمحافظة واسط حيث أتلفت مساحات زراعية وساشعة وهدمت العديد من المنازل كما قطعت الكثير من الطرق الرابطة بين هذه القرى إنها قرى هورج الصان شرق محافظة واسط بعد تمريض موجة السيول والأمطار التي ضربتها قبل أيام فبدلت ملامح القرى الصغيرة وغيرت أحوال أهلها طرق مقطعة وقرى أغرقتها المياه ثم عبرتها مخلفة العديد من المنازل المهدمة إلى جانب مساحات زراعية واسعة أتلفتها السيول كالش طلعت بعمري وشلت عائلتي وطلعت كالش ما ظل حدي بعمري ببيتي وكل طاح وما ليه حمر راحت طلب بعمري بهدوه وطلعت كالش ما ظل كالها بيث ما ظلعت كالش ما ظلعت منه لا ما كان طالب توعود الشفل يفتح طريق يطلع مثل ما يطلع لا مدارس لا بشر يطلع لا سيرة تواصل الخسائر بالنسبة لبيوت هذن الغرقان يعني علف مال حلال هم راح أثاثهم ببيوتهم الحد الآن مطمرة بالطين والدهلة طالب الحكومة غير تفزع نتجي نتشوف وضعنا حانة شلونها سحنة بطاقته القصوى يعمل الجهد الهندسي المتوفر لدى الحكومة المحلية لإصلاح الطرق الريفية التي قطعتها مياه السيول لإعادة ربط القرى بمراكز الأقضية والنواحي لكن هذه المهمة ليست سهلة لأن القرى صغيرة ومتباعدة فيما تمكنت السلطات المحلية من إعادة فتح المدارس في الكثير من هذه القرى التي دعا أهلها أجهات المعنية إلى إدارة مياه السيول وعدم هدرها للاستفادة منها في موسم الشحة الذي يتناوب هو والفيضانات على سكان هذه القرى سنويا كما يقولون حسنا اليوم غرقت بعد عشر تأم بيه زرع يعتش ذا ماكو مطر يعني ما يماكو لو أزاد إلا خزين إلا فتح خزانات وراء الفيضان عشر تأيام أكثر نعتش وهسا شوف هاي زروع يعني زروع خير من الله وراحت نصرة دفنها الدهلة اندفنت يعني بعد ما بيها فايدة الفلاح هذا طلع سفر وفيما يواصل الجهد الهندسي ترصين السدة الوترية التي تمنع المياه المتجمعة في غور شويشة من العبور باتجاه مدينة الكوت دعا محافظة واسط إلى توفير موازنة طوارئ لإدارة أزمة السيول وتقليل الأضرار الناجمة عنها تحتاج محافظة واسط إلى ميزانية طوارئ إلى أمكانات حتى تدير هذه الأزمات المتكررة لا سيما الآن كل البعطيات الجوية تقول أن هذا الموسم هو موسم أمطار ستتكرر المشاكل إذ ما وضعنا معالجات حقيقية وليس معالجات وقتية لم يكن عبور موجة الأمطار والسيول على قرى الشريط الحدودي بالأمر الهيين فقد هدمت منازل طينية وحاصرت قرى عديدة بالمياه وأتلفت محاصيل ديمية وقطعت طرق ريفية مهمة من هورج الصان شرق محافظة واسط أكرم ربيعي الحرة فاصل الأخير مشاهدينا ونعود إليكم أهلا بكم من جديد يدخل مدرب فريق الجوية بكرة القدم باسم قاسم اليوم الأربعاء في تنافس الأفضل آسيويا بحفل يقام في سلطنة عمان عند الساعة الثالثة مسألنا وسينافس الياباني جو أويا الفائز بدوري أبطال آسيا والأوزباكي رافشان حيدروف مدرب منتخب أوزباكستان الأولمبي المتوج بنهائيات آسيا مع منتخب بلاده ودخل المدرب العراقي المنافسة بعد قيادة فريق الجوية للفوز ببطولة كأس الاتحاد الآسيوية أكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي الأربعاء جاهزية فريقها الكروي لملاقات نادي أسماو ضمن الدور التاسع من المرحلة الأولى للدور العراقي الممتاز مشيرة إلى غياب خمسة لاعبين لأسباب مختلفة وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح صحفي إن فريق الزوراء الكروي جاهز لخوض مباراته اليوم أمام فريق السماو وعازم على تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيره أكد مدرب كرة السماوة صفا عدنان إن فريقه سيلجأ إلى تكتيك مناسب في محاولة لإيقاف حامل اللقب الزوراء اليوم في الجولة التاسعة من دوري الكرة الممتاز عدنان وصف في تصريح له المبارات بأنها صعبة جدا معتبرا أن مواجهة مع بطل الدوري وبحجم الزوراء جل لاعبيه يمثلون المنتخبات الوطنية أمر في غاية الصعوبة مضيفا إن فريقه يلعب بوجوه شابة وأغلبهم من لاعبي المحافظة بعد إبعاد ستة لاعبين من الفريق الذين لم يقدموا ما يسعفهم للبقاء مع الفريق أسند الاتحاد الآسيوي لكرة السلم مهمتين تحكميتين للحكم العراقي الدولي أحمد علي ياسين ضمن منافسات النافذة الخامسة من تصفيات كأس العالم بكرة السلم أحمد علي قال في تصريح له اليوم أنه وصل إلى العاصمة اليابانية توكيو لإدارة مباراة منتخبي اليابان وقطر ضمن منافسات النافذة الخامسة أشجار جوز منطقة هورمان التابعة لحلبتشا عند الحدود مع إيران أحد أهم مصادر الدخل لمزارعي المنطقة مديرية الزراعة في حلبتشا أكدت أن عدد الأشجار وصل إلى 85 ألف شجرة بين منحنيات الوديان وحافات سفوح الجبال أشجار الجوز الطويلة تغزو مساحات واسعة من مزارع وغابات البيارة وطويلة في منطقة هورمان التابعة لحلبتشا عند الحدود مع إيران تبدو تلك الأشجار التي تتجاوز أعدادها بحسب إحصائيات رسمية صادرة من مديرية الزراعة في حلبتشا 85 ألف شجرة كلوحة رائعة وقد صارت أطنان الجوز تدر دخلا جيدا على أصحاب المزارع في المنطقة توجد قرابة 85 ألف شجرة جوز معظمها في منطقة هورمان والجوز بحاجة إلى أماكن معتدلة الحرارة لذلك زراعتها مشوبة بعدم الاستقرار ففي بعض المواسم يكون الإنتاج عاليا فيحصل الفلاحون على أرباح كبيرة يتميز محصول الجوز في منطقة هورمان بخصوصيته في لذته وجودته يفوق الأصناف المستوردة من الجوز الأوكراني والأمريكي والتركي وهو ينافس في ذلك الجوز الإيراني المشكلة أن ما ينتج هنا لا يسد الحاجة المحلية لأسواق البلاد في كل الأحوال الجوز المحلي لا يسد حاجة السوق نعتمد على السياح الذين يأتون هنا لشراء الجوز لأقاربهم وأصدقائهم لأنه جوز له خصوصية عند المسهلكين ومع ازدياد الطلب على محصول الجوز في الداخل واعتباره أحد المحاصيل التي تدر دخلا كبيرا يطالب البعض بتوفير المستلزمات اللازمة لزراعته وعلى مساحات واسعة من أرض الإقليم أستطيع القول إننا محظوظين لأننا نتنعم بهذه الأجواء الطبيعية الساحرة مع وجود أشجار الجوز التي تدر علينا دخلا جيدا حصلنا هذا العام على إنتاج جيد لكننا نعاني من التسويق السيء العائق الرئيسي أمام تسويق المنتج من الجوز هو المستورد وأحيانا يتم خلط الجوز المحلي مع المستورد منه وهذا يؤثر على حجم البيع لذا نطالب بمنع استراد الجوز رغم الأعداد الكبيرة من أشجار الجوز في منطقة هورمان إلا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لإنتاجية هذا المحصول خلال هذا العام باعتبار أن الجوز لا يباع في علوة الخضار وإنما يباع بطرق مختلفة من إحدى مزارع الجوز في منطقة البيعارة بهورمان يوسف المندلاوي الحر في إرفع صوتك القوات الأمنية تعزز مواقعها على الشريط الحدودي مع سوريا ترجمة نانسي قنقر ومن ميسان قصة الطفل يوسف الذي تسبب سقوط سقف بيته نتيجة الأمطار بمقتل أخيه الأصغر وإصابة والدته ترجمة نانسي قنقر وهم جواء خياطاته برأسه بإمكانكم مشاهدة هذه التقارير مشاهدين كاملة والمزيد من الموضوعات العراقية المكتوبة والمصورة على صفحات إرفع صوتك على الويب وفيسبوك وتويتر وإنستجرام أيضا أبرز العناويل قبل نهاية النشرة برزاني يؤكد اتفاقه مع عبد المهدي على حل أزمة المناطق المتنازع عليها وفق الدستور ويتحدث عن عودة داعش بكتافة إلى بعض المناطق معلمون ومدرسون يتظاهرون في البصرة المطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ومسؤولون ونواب المحافظة يلتقون برئيس الحكومة السفير الأمريكي في العراق داغلس ساليمان يشارك بافتتاح مشاريع مولدها بلاده ستسهل عودة أهالي بلدة بطنايا في الموصلة النشرة انتهت تابعوا المزيد من الأخبار العراق على فيسبوك وتويتر وموقع الحرة على الانترنت إلى غد أفضل مشاهد اشتركوا في القناة